نرجع بقى لزيادة الوزن خلاص في زيادة وزن زيادة الوزن هنقسمها برضو في المخاطر بتاعتها لاتجاهين او لنوعين اذا كان ده بيحصل زيادة الوزن عند الاطفال الرضع او عند الاطفال الاكبر الاطفال الرضع اللي هم في الاول خلاص وبعدين يعني مجازا بنقول ايه الاطفال الرضع وما فوقهم لغاية عمر ست سنين طيب لما يبقى طفل صغير وعلى فكرة زيادة الوزن بتكون ملحوظة فعلا في فترة الرضع قوي ودي برضو لها اسباب هقول لكم اسبابها ايه اشهر الاسباب يعني يعني هنعرف الاسباب دلوقتي بس في اسباب كده الاول قبل ما ندخل في حاجة يعني ممكن مثلا في حالات الرضع الصناعية طيب بص تلاقوا الاطفال اللي بيرضعوا صناعي امهاتهم ممكن يزودوا عدد مرات الرضع الصناعية طب بتعملوا كده ليه يا جماعة الدكتور ايلكوا او الدكتورة ايلكوا على نسب معينة الطفل يرضع كذا كذا مرة في اليوم يعني كذا دي يعني كم ملي كم مرة في اليوم تمام نقول ما احنا ايه لا نزود شوي طب ليه بتعملوا كده انا بقول لكم الكلام على فكرة من اللي بيحصل من بقى بقى الامهات والاباء فتيجي الامهات يقولوا ايه في حالة زي دي اللي بيعملوا كده يا يقول لك عص اللبن الصناعي اكيد مش مفيد فاحنا قلنا نزود بقى شوي عشان نعوض نقص اللبن الرضع الطبيعي ده غلط ده يؤدي لزيادة وزن طيب هتقولولي طب فيه اطفال كده بترضع طبيعي وممكن وزنها يزيد اقول لكم اه بس ما بيزيدش من الرضاعة بيزيد من استعجال الامهات والاباء الاباء يعيني غلبة بيستعجلوش الامهات هم اللي بيستعجلو واغلب الامهات بيستعجلو تحت ضغط امهاتهم يعني اللي هي الجدة ان هو ادخال الاكل ان هو اندخل اكل خارجي الحكاية دي برضو بتحصل في الرضع الصناعي فدي تؤدي لزيادة الوزن ان احنا نكون ابتدينا الاكل في معاده مش بدري ولا حاجة بس ابتدينا غلط يعني ايه يعني عملين ندي حاجات بتزود الوزن وحاجات عليها سكر وحاجات جئ فدي زود الوزن زي اي واحد كبير تمام طيب انا اسف اللي انا هقوله دلوقتي بس مضطر ان انا اقول زيادة الوزن عند الاطفال الصغيرين تؤدي لايه اول حاجة انها تؤدي الى لقدر الله طبعا وربنا يعافي يا رب الجميع لنا كلنا صغيرين زيادة الوزن عند الاطفال الصغيرين تؤدي الى تسهيل الاصابة ببعض الامراض على رأسها النزلات المعاوية يعني الطفل الصغير دا اللي وزنه زايد على طول عنده مشاكل ليه علاقة بجهاز الهضمي كمان الطفل الزائد في الوزن هتلاقوه بيتأخر في التسنين انا بقولكو بعد دي احصائيات طبية الطفل الزائد في الوزن مش بس بيتأخر في التسنين ها بيتأخر في عاجة تانية بيتأخر في تطوير النشاط الحركي النشاط الحركي اللي هو زي الجلوس هلا انت مش لسه بتقول يا عم حركة ما هو عند الاطفال دا اسمه النشاط الحركي يعني ان الطفل يقعد ويتوازن كده في قعدته دا اسمه النشاط الحركي ان الطفل يحاول يقف دا اسمه النشاط الحركي مش زي ما حضراتكم فاكرين ان الحركي يعني انه يمشي لا النشاط الحركي يعني أن الطفل يقعد يسحف ومش كل الأطفال تسحف تقف تتسند وهي ماشية يعني تمشي مستندة على الأساس أو يعني أو كده المشي المشي بقى بدرجاته المشي بشكل طبيعي المشي صعودا لدرجات سلم نزولا من السلم المشي بتوازن وهكذا طيب إيه علاقة بقى زيادة الوزن بكل ما بقوله ده يؤخر زيادة الوزن يؤخر تطوير الطفل لنشاطه الحركي زيادة الوزن ده ما لسه بقول لكم يؤخر التسنين زيادة الوزن يرفع القابلية لأمراض الجهاز الهضمي وتحديدا النزلات المعاوية